أنا علية تعليق على الكلام دوت ويمكن خلينا نتكلم و أنا عشت جزء من دوت على مستوى للمنطقة بمصر يمكن بعد بطولة أمم أفريقيا 98 فجأنا ناس كتير أوي جالها عروض والعروض ديت يعني من أندية كبيرة جدا خلينا نتكلم ده ده وارد بعد كل بطولة وخاصة لما بيكون بطولة عالمية زي بطولة كاس العالم أندية فيها ايجنت بيتفرج فيها أندية كبيرة بتتفرج يعني حتى كل معظم مدربين الدوري الألماني بتفرجوا على البيان وبالتالي تفرجوا على النادي الأهلي خلينا نتكلم أن النادي الأهلي أولا لو في عرض مناسب و أنا عشت القصة ديت لو في عرض مناسب بيليق باسم النادي الأهلي و بيليق باسم اللعيب أعتقد مش هيوقف قدام أي لعيب ده أنا عشت الكلام دوت بشكل مباشر وعندي تجربة فيه الجزء الثاني أن الناس برضو ما تفتكرش اللي بتطلع بعد الاشتراك كل اللعيبة اللي حضرتك قلت يسمونه مش شناوي وهاني كل ده اللعيبة تستحق أن أندية أوروبا تدور عليهم مستوى الشناوي يأهلوا أن يلعب في الدوري أي فرقة في أوروبا محمد هاني بعد الظهور الرائع يعني وارد جدا أن يكون في عقود احتراف الدعم لكن الدقة أنك عايز تخرج دوت أو تخرج اللعيبة عن سياق التركيز شوية أنا بأكد للكلام ده مش موجود لأن لعبتنا على مستوى مسئولية عارفيني الكلام ده كويس قوي ولو في عرض رسمي من نادي محترم بمبلغ محترم يليق باسم النادي الأهلي والنادي الأهلي اللي يوافق مفيش عندنا لعيب بيخرج بره الإطار الشرعي جالك عقد بتقدمه للإدارة والإدارة هي حرة والله يا شناوي هتوعد يعني أنا بتكلم يعني بدي فردا لكن ده ما بيحصلش لعبتنا مركزة قوي 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 في الفترة ديت مركزين جدا جدا إن شاء الله في مشوار العشرة مركزين في الدوري بشكل كبير جدا والحقيقة عايز أقوله أنهم بيشتغلوا بشكل احترافي والشكل الاحترافي ده على مستوى الإدارة من خلال كابتن محمود الخطيب من خلال كابتن سيد عبد الحفيز وعلى المستوى الفني بالأداء الرائع لبيت سومت سوماني